خسف بها وهذا بيت أيضا بيت واحد انظروا خسف به انهار بسبب ظاهرة الخسف وهذا هو الجزء الثاني من البيت سبحان الله وهنا جانب من الشارع ينخسف وينقلت بشكل مرعب ومفاجئ العلماء لا يعرفون تفسيرا بهذه الظاهرة سبحان الله انظروا هذا كراج السيارات خسف وهذا بيت وهذه السيارة أيضا وهذا حيوان وهذا انظروا انسان واحد يمكن ان تخسر به الأرض سبحان الله لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام سيكون في آخر الزمان خسف وقذف ومسخ سبحان الله ورأينا كذلك ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم اخبر البشرية بهذه الاحداث قبل وقوعها بأربعة عشر أفضل عن سهل ابن سعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيكون في آخر الزمان خسف وقذف ومسخ قيل ومتى ذلك يا رسول الله قال إذا ظهرت المعازف والقينات واستعمل عليه الصلاة والسلام كلمة آخر الزمان للتعبير عن الزمان الذي تقع فيه هذه الحوادث وبيّن أن حدوث هذه العلامات دليل وإشارة إلى افضغى بالساعة وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تذبيرا فاتقوا الله عباد الله واعتبروا بما يفعلنا